يَمَنْ إِلَيْهِ الْمُشْتَكَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ قَدْ بَكَى يَمَنْ إِلَيْهِ الْمُشْتَكَى عَبْدٌ ذَلِيلٌ قَدْ بَكَى صلى الله وسلم وبركة العبد ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنكمل ما بدأناه في هذا الدرس المبارك وحديثي إليكم سيكون عما وعدتكم في الكلام عن نموذج آخر نحن تكلمنا عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد يقول بعضكم ابن عباس صحابي وعربي وعاش في مكة فسأذكر نموذج آخر موجود الآن في روسيا وهو من الدعاة إلى الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم حزان فالينا صلى الله وتبارك وتعالى صلوات السلام دونسيون وصميك صلى الله عليه وسلم اعطوا الرحمن الرحيم هذا الشخص الروسي كان في تترستان وهو من أجداده كانوا مسلمين مثل كثير من البوسنيين لكنهم لا يعرفوا من الإسلام شيئا ووالده لا يصليان ولا يعرفان الإسلام ويعني لا يقيمان أي شيء من شعال الإسلام حتى العيد حتى الجمعة حتى لا يعرفان شيء من الإسلام أبدا هذا الشخص من تترستاني يقول أنه أبدا كانوا مسلمين ولكنه في البوسنية لا يوجد أي شيء من أجده ويقول أنه أبدا أنه أبدا من المسلمين وفي ذلك أبدا أنه أبدا فدعاه أحد زملاء في العمل وهو يشتغل ضابط ودعاه إلى أن يسلم وأن يلتزم شعار الإسلام وأخبره بأن أصولنا وأباءنا وأجدادنا كانوا مسلمين ولكن بسبب الشيوعية التي ضربت البلاد وبسبب التجهيل الذي حصل أصبحنا لا نعرف من الإسلام شيئا فولدنا نحن في هذه البيئة يجب علينا أن نعود مرة أخرى إلى الإسلام أجد أن يحصل على إسلامي أنه مقارنة بموانعاة وإنهار رؤية معه إلى الفترة وإنهار رؤية أخرج أساس ما أقول بسبب المعنى التي أنت تتحملنا أماناً من المسلمين أنه ليس نتكلم بحثت على النوع الذي يريدنا عددنا من أنه ليس لغتنى عن الإسلام و يتعرف عليه أكثر و أكثر وكان له صديقه فا اقتنعه بالإسلام فا أخبار صديقته بذلك وقال إذا تسلمي نتزوج ونصبح زوجين ووافقت صديقته فاسلمه واسلمت وتزوجه ثم يبدأ أكثر من إسلام ثم يبدأ أكثر من الإسلام وقال إلحة أكثر من الملكة وقد أكثر من جيدا مدون أن أصبح مددًا لديه أصبح صديقه أو أصحاب صديقه وقت مددًا ثم يتحدث عن مددًا وكأن أكثر من سادة لا يوجد أحد في بلده يعرف شيء عن الإسلام كثيراً والمسلمون في بلده أشباه بالعوام لا يعرفون شيء عن كثيراً وفيهم جهل كثير فأصبح يلتزم بإسلامه ولا يعرف يقرأ القرآن ولا يعرف إلا سور قليلة جداً تعلمها من أجل الصلاة فقط وهو زوجه ويذكر ليه ويخبرني بأنه كان أحياناً يهدى إليهم يعني تأتيهم مصاحف ومرة اشترى قرآناً ويفتحه ولا يعرف ما فيه ولا يستطيع أن يقرأ حرفاً واحداً منه ولا يستطيع أن يقرأ من الكتب الإسلامية شيئاً فكان يضعها أمامه ويبكي ويدعو الله عز وجل أن لا يموت حتى يستطيع قراءة القرآن وقراءة هذه الكتب ويقول كنت أفكر كثيراً هل يمكن أن يأتي يوم أستطيع أن أقرأ هذا؟ هذا حلم كبير جداً لا أدري هل يتحقق أو لا يتحقق أعلم أن أتحقق القرآن ويقرأ في حرفات ويقرأ 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 أن أعلم أن أعلم أن أعلم أن أعلم الله ويقول كنت أفكر أن أعلم أن أعلم الله ويقول كنت أعلم أن أعلم الله في دراست المعهد تعليم الله في العراج في العراج في السعودية أصدقائهم من المشكلة التي أصدقائها في المدينة ومع ذلك التي أصدقائها في أرابس كوركيزيكا ويقوموا في المدينة ورياضة قد ما هو في البداية ثم لما استقرت أموره وعرف كيف البلاد أحضر زوجته معه فصار يدرسان سويا هي في معهد تعليم اللغة للبنات وهو في تعليم معهد اللغة للتعليم البنية وفي البداية من المتعدة كان يدرسان في المدينة وصدقائهم على حديثون عربي ومع ذلك باللغة ليسوا عربي ومن المعهد للمشاهدة ومن المدينة للمشاهدة قد أذكره أنه لا يعرفه شيئا فأتي يتعلم بقوة دائما يجب أن تتعلم فكان في النهار يتعلم في المعهد وفي الليل يسهر على الكتب يحاول أن يقرأ أو يعرف لا يريد أن يضيع دقيقة واحدة فما كان يجلس مع أصحابه وما كان يختلط بأحد إنما كان كل وقت للدراسة وقالut فقال قحي بالنين حين في كلتمه ليس الأولى 없는 فبالنة با находится خglاهد وتحسين العبسك الثالج أك ؟ ونقرب عدة نواته اختار المحلات عن الأرابيسية ونحن نترجم لتفعله ونحن نتعرف معرفة ونقرح ونقرح على المحلات ونحن نتعرف عربه كان يكتفي هو وزوجته بشيء قليل من الطعام وشيء قليل من الأثاث ومن أمر الحياة وبقية المال يشترون به كتب كل ما وقع في يديه أي مبلغ فورا يشتري به كتب ويسأل يأتي إلي ويأتي إلى بعض طلبة العلم والدعاة ويسألهم ماذا يشتري من الكتب وصار يعرف الكتب ويعرف المكتبات ويضع له مخطط المبلغ الذي سأحصل عليه في القادم سأشتري به هكذا وهكذا وهكذا ثم يقرأ هذه الكتب ويحاول أن يفهمها الذي لا يفهمه يأتي إليه يأتي إلى آخر يقول قرأت هذا وما فهمته ما معناه فهو سأدى يعمل في اليوم تقريبا 20 ساعة إلى 21 ساعة لذا يبقى تلقى ثلاث ساعة فقط والباقي يعمل ويدرس ويقرأ سبحان الله قال قال قرأت له قرأت له قال قرأت له أنهم للمشاهدة في وقتهم ليست موجود للأموضة قال قرأت له قرأت له قرأت له أنه يجب أن تجد التبعين المعين لأخصوم التقطير. سيب أن يأتوني إلى أين الخاص و شيء يجب أعضل. ويجب أن يجب المعين يجب أعضل أي منه. فأنتى آتي سيارة منذ ما يمتع إلى أجاد حية تلك التقوية. يقول أنه يومكث 21 ساعة دنواناً يتعجبها وشكراً 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 كان يومكث أحياناً إذا خرج من الجامعة في الظهر يحضر زوجته زوجته تدرس في الجامعة ثم يغلق على نفسه ويدرس دروس الجامعة حتى العشاء بعد العشاء يسهر يأتي بألاشرطه كسيت العلماء أو عن طريق الإنترنت العلماء ويحضر الكتاب معه ويستمع إلى الشرح ويكتب ويفهم ثم يجمع المسائل التي لم يفهمها ولم يعرفها يجمعها في دفتر ثم إذا جاء يوم الخميس أو الجمعة في الإجازة يأتي إلي وأجلس معه ساعتين ثلاث ساعات لن تفهمه ولم يفهمه في هذا الدرس كل اسبوع يعمل هكذا حتى انها كتب كثيرا جدا كما يقول أنه يصبح من المسائل ما برداء من الحفظ يتعبوا بها عملية وقرسة العامية قد يتعبوا وقرسة يتعبوا وقرسة يتعبوا جدًا أغنية لا يتعبوا يتعبوا في العملية يتعبوا عملية باستخده الإسلام القويق شوح ألين اجتب إليها نسمع بسدرسات الماضية يمكن حدها لشيخ و أصدقRC وهذه ويليها لذلك يمكنها تجاهز فيه أجل أن تعطيهم وانا يمكنها هذا زيخ كيف يمكنها بنفسها حديثة أظهر وهذه الحيمات ويقولها واسلامي وقال ذلك أجل، هذا الرجال يمكنها أنفسها يمكنها أجل أجل سيديه فيه اجلها يمكنها فيه بعدين ورص there وقالها وownerها وعندما أصدقائهم في تحفيظ القرآن ويجعلهم يتعلمون القرآن والعلم وهو أيضا انقطع القطاع كاملا ليس له أصحاب ليس له أصدقاء ليس له أحد إلا قليل جدا وكان زملائه من الطلب الروس يجتمعون ويخرجون للفساح وهو لا يخرج معهم أبدا وإنما يعمل ويجد ومع الأيام صار عنده مكتبة كبيرة ثم صار يرسلها إلى هناك ووضع له كان له بيت فوضع جزء من البيت مكتبة وملأها بالكتب فصار تخدم طلبة العلم في تلك البلات والذين يأتون إليها يأتون من ألف كيلو ليستفيدوا من مكتبة فظل يقول أنه لم يحقق لم نحقق نهذهاب من خاص بجعارانهم في المصار وبدأان لحتفظ لإنسان جيد سوف يتحقق نقبل وعمل أتفادي لعمل لأسفد بشكل سماودي أجرعي وسوف يتحقق نقوم عد فإنما خلق كثير من acontecendoه يجب أن تجب أن تجلب منه لديك القرآن كذلك بحره يمتدى لها المكتابة ليس لأ هو دينة دشهد وقد عضلت有 مصر في مدعج في البلعبة وقال أن أكثر سابتهم لهذه الس classified فقط أعضلوا فيها المدعج وقد عُحضوا في أكثر ما تدوروا متأكiffe لديهم الهاتف دواجوا تتصوروا هواي الوحيدة وانه باستوال فتنان كيف كانوا ردون أجهزاء وقد انهوا الهدفذ عندما انهى دراسته اصبح داعيه كبيرا إنه تعلم كثيرا سببه بوضع 8 سنوات قضاها منقطعا للتعلم في ثمان سنوات بعد ذلك قرر أن يكتب تفسير في القرآن وقال لي سأجرب وأعرض عليك التفسير فأعطيته الطريقة وكتب تفسير لجزء عامة فقط قصار السور واقترحت عليه أن يضع منه نسخة واحدة بالتترية ثم يرسله إلى العلماء والدعاة في بلاده وينظر ماذا يقولون عنه حتى يكونوا مناسبا أو لا يكونوا مناسبا لهم فلما كتبه أرسله إليهم فكلهم قالوا ممتاز جدا ونحن نريد هذا واضح المعنى سهل الأسلوب جيد يعطي المعنى الصحيح للآيات لأن اللغة التي هو ينطق بها كل كتب التفسير التي فيها هي تفسير محرفة وتفسير بدعية وتفسير غير صحيحة ثم الآن منذ سنوات لما وزع هذا الكتاب على طلبة العلم من التتر وكلهم قرأوا وكلهم قالوا ممتاز جدا بدعوا يفسر القرآن كاملا وقريبا إن شاء الله سينهيه ويتبعوه وقريبا إن شاء الله سيئحة 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 كان قبل عشر سنوات يجلس أمام القرآن وهو يبكي لا يعرف اللغة العربية ولا يستطيع قراءته القرآن بعد عشر سنوات فقط قليلة جدا من الجد والعمل والقراءة والانقطاع للعلم أصبح يكتب تفسيرا كاملا من القرآن لأن الله عز وجل وفقه لصدق نيته في هذا الباب برادشو بريد دست قدينة يبلكو ببكيو ببكيو بريد دست قدينة يبلكو ند قرآنو مليكي الله هذا موالكشا دا سموزنا هرفوه داووتش مدق قرآنو ناكن دست قدينو رادا يتودا برادشو ان صدازا في الشاو تفسير سوي تفسير قرآنو فلنا نستخلص هذه حادثة الآن شخص موجود الآن هو يعيش الآن وهو نقل فتح في المساجد هناك دروس وبدأ يعلم الناس وبدأ يعلم طلبة العلم طلبة العلم يدرسون عليه والدعاء ثم ينطلقون يعلمون الناس فأصبح له شأن كبير بسبب جده واجتهاده وإخلاصه في هذا الباب بثنا في هذا الباب نسواجه طلبة الناس جرية بين أمين هناك وأنت غير وقع في المساجدين لكن يوجد مهارد خورة يوم المساجدين موثي وشهر من الأحسابه خورة أيضًا وضعا وضعي أن أضع من العلم فإذا علم الله صدق الإنسان وأنه يريد أن يخدم دينه وأن يدعو إلى الله عز وجل ثم أيضاً بدل جهداً لقد نتذكر أنه ما وصل إلى هذه المرحلة إلا أنه كان لا ينام إلا ثلاث ساعات وباقي الوقت كله يقضي في هذا العلم كثير من الطلبة الروس والتتر وغيرهم يأتون للرياض ويدرسون لكن في باقي وقت الفراغ يجلسون مع أصحابهم ويذهبون هنا وهناك ويضيعون الأوقات وربما معظم مكث 15 سنة في الرياض وما حصل شيئاً كثيراً يعني عنده مبادئ العلوم لكن ليس راسخاً مثل بصوخ هذا وهذا ما قضى إلا ثمان سنوات لكنه لم يضيع دقيقة واحداً منها ولم يضيع ريالاً واحداً كان ينفق الأموال على العلم والكتب وكان ينفق وقته أيضاً على العلم فوصل في مدة قصيرة إلى أن أصبح هو شيخاً لأناس سبقوه في الحضور إلى الرياض وصاروا يدرسونهم عليه لأنه صار أكثر منهم علماً لديه قصة هذا المعرفة لأنه بالمعرفة للعربية وأنهم لا يقول إنسان لأنني لست عربية ولا أعرف العربية لا يمكن أن أصبح داعية كبيرة ولا عالما كبيرة البل العكس من ذلك هو الصوبة لكن يحتاج إلى قدرة وإرادة وقوة إرادة وإخلاص لله عز وجل وأيضا بذل جهد كبير في ذلك ونحن نعلم أن الواحد منكم ربما يتكلم لغتين أو ثلاث لغات وربما أربع لغات ما تعلم هذه اللغات إلا بجهد وعمل كبير حتى يصل إلى ذلك فا كذلك تعلم اللغة العربية والوصولة العلم الشرعية يحتاج إلى جهد يبذلوه لإنسان فإذا علم الله صدق نيته تسحلت له الأمور وستطاعة بإذن الله بجهده الذي يبذلوه أن يصل إلى أن يكون داعية كبيرا ينفع الله عز وجل به البلاد والعبات أموال يساولون أنه ستركوا أنه يدعون أنه ستركوا أنه ستركوا في أجازن ودعوه أنه لا يوجد أحد أحد يزعاد أحدين يخبرون كل يزعاد أسفرين وكذلك الناس يتعلم أنه لم يكن أحيده هذا هو هو أرابسكي لكنه أعطاهم يسعى يتعلم أعطاهم يتعالي يتعالي يذهب إلى كرساته هذا هو أرابسكي أعطيه الإسلامي إذا أصدقه ونحن نعطيه ونحن نعطيه ونحن نعطيه ونحن نعطيه الله سبحانه وتعالى سوف يستطيعه أن يستطيعه ونحن نعمل بإذن الله عز وجل أن نعطيه نعمل الجهد في دين الله عز وجل وفي تعلمه وفي العمل به وفي دعوه وفي الصبر فإن الطريق طويل ويحتاج إلى جهد لكن الثمرات المرجوة عظيمة وكبيرة ويكفي فيها أن نهايتها رضا الله عز وجل وجنته ورضا الله عز وجل أن العبد هو أعلى ثمن يقبضه الإنسان من الله سبحانه وتعالى إذا خدمت دينه فلا نتوانى في ذلك ولا نقصر في ذلك ونجتهي والتوفيق من الله سبحانه وتعالى ويقول أن أعطي ihn أن أعطي من الواسطة على تعلمه من يجب أن يجبر الله تعمل أكثر في التعب وأيضا يجبرون ومعاً أكثر هؤلاء البشرية ويجبرون أنه هو الطبي عليه بأيث أولي وقد يجب أن يجعل أكثر في كل م asseذورات ولكن لا يجب أن يخذ أخرون أولاً أن اللهم يجب أن يكون متعب أصدقاء الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى أمامهم هذا هو الوضع والمعروف الذي نريد إمكاني من سائل الأساس والمساطس الله سبحانه وتعالى ان يكون على أسابيع وعلى أساس الله سبحانه وتعالى أقل الله أعطي Gr chance أكثر ترجمة الواقع ليسوا عطا أعطي هل ي صبب منا ل Sure اشتركوا في القناة